الشركة والله الحمد مستمرة في التوسع الاستراتيجي في مجال الغاز وقد أرسينا مؤخراً عقوداً بقيمة تتجاوز 93 مليار ريال سعودي تستهدف زيادة إنتاج الغاز المباع بأكثر من 60% بحلول العام 2030 مقارنة بمستويات عام 2021 ومن أهم المشاريع التي أعلننا عنها مؤخراً المرحلة الثانية من تطوير حقل الجافورة والمرحلة الثالثة من توسعة شبكة الغاز الرئيسة كما أننا مستمرون في أعمالنا التطويرية في معمل الغاز في رأس تناقيب ومشروع تخزين الغاز في مكمن الحوية عنيزة وهو مشروع رائد ويعتبر أول مشروع في المملكة لتخزين الغاز الطبيعي في باطن الأرض وهذه الجهود في التوسع في الغاز ستدعم بإذن الله هدف المملكة المتمثل في توليد 50% من الكهرباء من الغاز بحلول العام 2030 وفي نهاية المطاف سيتيح التوسع في عمال الغاز إزاحة مليون برميل يومياً من النفط والوقود السائل الذي يستخدم حالياً في قطاع الكهرباء وسنتمكن من تصديره إلى عملائنا العالميين وتحقيق عوائد مجزية حسب احتياجات ومعطيات السوق كذلك نستكشف فرص الاستثمار العالمي في الغاز الطبيعي المسال وكان أول استثمار لنا بتوقيع اتفاقيات نهائية للاستحواذ على حصة أقلية استراتيجية في شركة ميد أوشن للطاقة كما وقعنا اتفاقية مبدئية مع نيكس ديكايد لشراء الغاز الطبيعي المسال وكذلك اتفاقية مبدئية مع شركة سيمبرا بشكل عام تعتمد أعمال النفط والغاز بطبيعتها على بيانات هائلة الحجم من الاستكشاف مروراً بجميع مراحل سلسلة القيمة ومن سنوات عديدة استثمرنا في الحواسيب العملاقة التي جعلت من أرامكو متميزة على مستوى صناعة الطاقة العالمية وفي المرحلة الحالية تستثمر أرامكو بشكل كبير في الذكاء الاصطناعي لتعزيز أعمالها من حيث زيادة الكفاءة وتوليد فرص أعمال جديدة وخفض التكاليف وبحمد الله مستوى النضج الرقمي في الشركة من الأفضل العالمية اطلاقنا أيضاً شركة أرامكو ديجيتال لتكون شركة رائدة من نوعها في الشرق الأوسط ولدينا أيضاً مراكز مخصصة للابتكار الرقمي ومن أبرز المشاريع التي أعلننا عنها في الذكاء الاصطناعي أرامكو متابرين الذي يعتمد على بيانات تراكمية جمعتها الشركة خلال 90 عاماً هذا يمثل استثماراً استراتيجياً في الذكاء الاصطناعي التوليدي من قبل الشركة أيضاً وقعنا اتفاقية مع شركة باسكال لاستخدام أول حاسوب كمي في المملكة كوانتم كمبيوتينغ وهذه الخطوة تعتبر تطوراً مهماً في مجال التقنية المتقدمة للشركة لأنها تساعد الشركة في مجالات التنقيب والإنتاج وتطوير المواد وتحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز الأمن السبراني وأيضاً البحوث والتطوير ترجمة نانسي قنقر